حاجة كمان كنت عايز اتكلم فيها زمان يعني مش زمان احنا اتعودنا على كده طول حياتنا في وسط الكورة اي لعيب عنده مشكلة معنادية او عايز يعلي سعره او بيعمل عقد جديد مثلا او نادي بيفوض لعيب يروح جاي ايه اللعيب ده عشان يعلي سعره ويبين انه هو مطلوب وانه هو فيه يعني نادي عظيم زي النادي الاهلي بيكلمه بيفوضه يروح جايب يطلع الجملة دي يقولك ده النادي الاهلي بيكلمه تلاقيه ولا النادي الاهلي كلمه ولا حتى مشجع في النادي الاهلي كلمه يعني النادي الاهلي طول عمره طول عمره بيحترم كل اللعيب وكل الاندية إنما هو بيبقى ليه مطالب خاصة ليه احتياجات خاصة يقول لك أنا مثلا عندي في المركز ده فادي عايز أجيب في المركز ده طب المركز ده عايز تدعيم لا أنا عايز اللعيب ده ممكن يكون عندي مراكز موجود فيها لعيبة ديت إنما ليه رؤية خاصة فيقول لك أنا محتاج ده وأحيانا النادي يعني بيعلن بعد الصفقة طبعا ما بيعلنش من الأول الكلام كله بيبقى في الأول إيه؟ يعني تكهنات اجتهادات من البعض ولكن اللعيبة بقى دلوقتي الليعني نصحين قوي أي حد عايز يغلي سعره يقول لك النادي الأهلي بيفوضني أي حد عايز يباين إنه هو مهم النادي الأهلي بيفوضني النادي الأهلي بيكلمني عدنا من المرحلة بقى اللعيبة دخلنا على مرحلة المدرين الفنيين أو المدربين يعني نكت بقى الفترة اللي فاتت كنا بنسمعها بصوا النادي الأهلي مستقر حتى الآن سيبكم الكلام اللي كان والإشاعات اللي بتطلع والنادي الأهلي مش عارف فاوض مين وفاوض مين وتكلم مع مين وده بعد يجيب السيرة الزاتية كلام ده كله مش موجود كله إشاعات الأمور مستقرة وخسارة بطولة لا تعني الكثير من الاكتهادات والشائعات وإن النادي الأهلي نزل والنادي الأهلي غير آه إحنا خسارة بطولة عندنا يعني بتبقى حاجة كبيرة جدا 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 مش زي أندية تانية إحنا عندنا كل بطولة كل بطولة بتخش النادي إحنا متعودين على كده طول عمرنا بتخش النادي أول متخش النادي بننسى خلاص نبص اللي اللي بعدها يعني إحنا ممكن ناخد مثلا عشر بطولات في موسمين ممكن غيرنا بياخد بطولة في عشر مواسم في ست سبع مواسم وبيكسروا الدنيا ويقلبوا الدنيا ويطلعوا في السماء يعني إحنا متنا مش كده خارس إحنا لينا هدف ماشيين في تحيي الهدف دوت ملناش ضعب غيرنا شمحتش يقولي تبتكلم على لا مليش ضعب غير أنا بتكلم على الفرق بين النادي الأهلي وأي نادي تاني ده اللي إحنا بنتكلم عليه فدلوقتي المدرين الفنيين هم اللي بيتكلموا يقولك إيه ده النادي الأهلي بيفوضني لما تلاقي مدير فني كبير لنادي كبير يقولك إن النادي الأهلي فوضني طبعا بالكد والنادي الأهلي مستقر فنيا وما فيش أي مشاكل عنده في المنظومة تلاقي بيحاول يصدر لك بقى المجموعة التانية صدر لك أزمات وشائعات ويروح جاي المدر بركب الموجة ويقولك إيه ده النادي الأهلي بيفوضني بالمرة بقى عشان أعلي سعر أنا كما يقوم طبعا الناس التانية اللي بيدهك عليهم بكل سهولة دول يقولك آه ده النادي الأهلي بيفوض لا ده احنا لازم نعمله على طول ييجي تاك 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 اعمل يا عم عقد بثلاث سنين عشان اللي يجي بعد كده يتدبس في الراجل ده ما يدرش يمشيه ما فيه شرط جزائي والشرط الجزائي اوب البس لو انت عايز تمشيه ادفع لي الشرط الجزائي النادي الأهلي مالوش علاقة بالحاجات دي خالص النادي الأهلي في طريقه وفي سكته وماشي فيها ومالوش دعه بأي أندية تاني